يواصل سائق سيارات الأجرى في مدريد وبرشلونة إضرابهم الثلاثاء في انتظار نتائج اجتماعاتهم المقبلة مع السلطات الإسبانية التي يطالبونها بتقنين أوضاع قطاع سيارات الأجرى الخاصة التي تعتمد على منصات ركمية مثل أوبر وهدد سائق سيارات الأجرى في برشلونة الذين واصلوا إضرابهم لليوم الخامس على التوالي باتخاذ إجراءات أكثر حسما إذا لم تلبي الحكومة الإقليمية في كتالونيا مطالبهم وفي الوقت نفسه انضم سائق سيارات الأجرى في مدريد الاثنين إلى إضراب زملائهم في برشلونة من ناحية أخرى يرى سائق سيارات الأجرى الخاصة أن أي اتفاق بين الحكومة وصائق التاكسي يجب أن يحترم عمل آلاف الأشخاص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر